إذن أعلن فصالة المعارضة عن صد عدة محاولات تقدم لقوات النظام على قرية أليكبينة بريف اللادقية حيث قالت فصالة المعارضة أنها دمرت دبابتا لقوات النظام إضافة لآلية مجنزرة كانت تحاول التقدم على محور قرية أليكبينة الفرقة الرابعة في قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية وأيضا ميليشيات لحزب الله اللبناني وقوات روسية تقود محاولات التقدم المتكررة على قرية أليكبينة منذ أكثر من 24 ساعة الماضية الطائرات الحربية الروسية والطائرات المروحية لقوات النظام لا زالت تقصف وبشكل مكثف قرية أليكبينة وقراء السرمانية ودوير الأكراد بناحية أزيارة بمنطقة سهل الغاب بدوره معسكر جورين يواصل من قصف المدفعي على قراء وبلدات ناحيتين أزيارة وقلعة المضيق وقلعة المضيق حيث استهدفت متفعية قوات النظام ليلة أمس محيط قرية زيزوم بعشر قدائف متفعية لا تزال أصوات الانفجارات وأيضا الأصوات الناتجة عن قصف قوات النظام بالطائران المروحي وأيضا قصف الطائران الحربي الروسي يهز المنطقة بشكل مكثف في ضل محاولات مستمرة لقوات النظام اقتحام قرية أليكبينة بريف اللاذقية كان معكم لشبكة بلد نيوز من منطقة سهل الغاب مصعب الأشقار